صراع بين واشنطن وبيونج يانج ميدانه العملات المشفرة حيث أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية تورط بعض القراصن من كوريا الشمالية في سرقة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات عملية السرقة تمت عن طريق لعبة الإنترنت أكسي إنفينيتي على منصة رونن وذلك وفقاً لهيئة التحقيقات في الجرائم الرقمية وأحددت وزارة الخزانة الأمريكية عنوان العملة الرقمية الذي يستخدمه المتسللون إذ أوضحت أن العملة تحت سيطرة مجموعة قرصنة كورية شمالية يطلق عليها اسم لازاروس كما ذكرت بنصة رونن في مدونة رسمية أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد نسب الاختراق إلى مجموعة لازاروس مضيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على العنوان الإلكتروني الذي تلقى الأموال المسروقة وأكدت الولايات المتحدة سابقاً أن مجموعة لازاروس تخضع لسيطرة المكتب العام للاستطلاع وهو مكتب الاستخبارات الرئيسي في كوريا الشمالية كما اتهمت المجموعة بالتورط في اختراق بنوك دولية وحسابات عملاء لجانب الهجمات الإلكترونية على شركة سوني عام 2014 جاء ذلك بعدما أعلنت شبكة رونين وهي المنصة الرئيسة لتشغيل لعبة أكسي إنفينيتي سرقت حوالي 615 مليون دولار من العملات الرقمية في الثالث والعشرين من مارس الماضي إذ تتيح المنصة تحويل العملات المشفرة داخل اللعبة وخارجها شكرا شكرا